اهلا بيكو بعد الفاصل ودلوقتي هنتكلم في موضوع مهم جدا بيبقى فيه كده اختلاط بين موضوع الثقة بالنفس وموضوع الغرور دايما مثلا تحس ان فيه حد كده مغرور كده وشايف نفسه فيقولك لأ ده انا عندي ثقة بالنفس والعكس تلاقي حد برضه ثقة بالنفس وفتاق فالقول له لأ انت بطل الغرور فبيبقى فيه دايما بينهم شعرة خفيفة جدا الموضوع ده النهاردة ومهم وهنتكلم فيه مع استاذ محمد مشهور لايف كوتش اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك منورني والله مرسي دايما بحضرتك اهلا بحضرتك دايما بيبقى فيه شعرة بسيطة جدا بين الثقة بالنفس وبين الغرور احنا مبدئيا عايزين نعرف يعني ايه الثقة بالنفس بسم الله الرحمن الرحيم الثقة بالنفس هي عبارة عن حقيقة لازم تكرها بداخلك الحقيقة دي ان انت شخص امتك كبيرة الله سبحانه وتعالى هو اللي منحك هذه القيمة انك شخص متميز بمعنى الكلمة انك صاحب قدرات اه القدرات دي هتساعدك انك تنجح هتساعدك انك تتجاوز متاعب الحياة ايا كانت من ضمن هذه القدرات اللي ربنا سبحانه وتعالى ميز بها الانسان القدرة على التطور الشخصي القدرة على التعلم القدرة على الاختيار ودي من اهم القوة اللي ربنا سبحانه وتعالى منع عليها بالانسان بس المهم يستخدمها صح فهي الثقة بالنفس عبارة عن حقيقة لازم تذكر نفسك بها دائما انت خلقت من اجل النجاح وعليك ان انت تفاعل هذه الغاية التي خلقت من اجلها بجانب عبادة الله سبحانه وتعالى ما بالله يعني ازاي اقولك ازاي انا دلوقتي كلها اروح ادور على شغل مش لاقي شغل اروح مش عارفة اجيب ايه الدنيا دايما مقفلة في وشي وهكذا ازاي عندي ثقة ده انا طولوقتي عندي احباط صحيح في توكوس معينة وممارسات معينة لازم يعني نفعل بها الحق اللي انا ذكرتها من شوياتي اول حاجة لازم تعرف انت نظرتك لنفسك ايه نظرتك لنفسك لازم تعرف انك خلقت من اجل النجاح زي ما قلت من شوية انك مدير اعمال نفسك انت في موهوب موجود بداخلك الموهوب ده عنده قدرات كتير لسه انت هتكتشفها وهتندهش من نفسك لما تعرفها عن نفسك ملهاش نهاية انت دورك في الحياة ان انت توصل لافضل نسخة ممكنة من نفسك فانت رقم واحد لازم تعرف انت مدير اعمال كيان عظيم موجود جواك لازم تدير اعماله بصورة صحيحة لازم تصنع رؤية واضحة انت عايز ايه بالزبط لازم تعرف ان انت خلال انشطة يومك او حياتك عموما انت مستثمر بتستثمر حاجتين في منتهى الاهمية لو استثمرتهم صح انت هتكون شخص رائع في نفس الوقت هتكون شخص سري بإذن الله ايه هم الحكتين دول؟ وقتك والمقومات اللي ربنا سبحانه وتعالى مانا حكى اياها وعليك ان انت تكتشفها وتنميها وهكذا حاجة تانية مهمة جدا ان في ممارسات مهمة دي بتغزي ثقتك بنفسك بتبدأ طبعا رقم واحد زي ما قلت ان احنا لازم نظرتك لنفسك والحياتك تكون مختلفة انت مدير اعمال نفسك انت مستثمر عظيم في وقتك وفي المقومات الداخلية لازم تخطط لحياتك وتخطط ليومك خصا في الليلة السابقة هنبدأ اليوم بتاعنا باسم الله الرحمن الرحيم مهم جدا انك لما تواجه نفسك في المراية ابعت رسالة ايجابية لنفسك يعني اقول لنفسك مرحبا ايها الرائعة في ناس كتير بتخاف تواجه نفسها في المراية في ناس بتبعت رسالة سلبية لأ الرسالة البسيطة دي ابتسامة لنفسك انك تنظر في عين نفسك وتبعت رسالة ايجابية واني يكلم نفسه يعني بحدود معينة بحدود معينة بص يا اسا الشرين ده هقول لحوريك الحاجة احنا طول الوقت احنا في حالة حديث الداخلي مع نفسنا ما بتنتهيش مهم جدا انك تكون مرائب الحديث ده قدر مستطاع ما يكونش سلبيه ما يكونش محبط تكون دائما وابدا رسائل ايجابية لنفسك قدر مستطاع مهم جدا الاهتمام بمظهرك والمظهر هنا انا بتكلم انك ترتدي الملابس اللي تتناسب مع الشخصية اللي انت بتتطلع اليها بعيدا عن الموضة يعني اذا كانت الموضة تتماشى مع الشخصية اللي انت بتتطلع اليها المظهر مهم جدا وضعك الجسماني الصبح بما تخرج لازم تتأكد ان وضعك الجسماني في حالة قوة في حالة اعتدال بدون مبلغة حاجة كمان مهمة دي هتغزي ساكتك بنفسك بوك نوت زي ده لازم تستخدمها لازم على مدار يومك تسجل كل شيء ايجابي انت حققته كل شيء ايجابي انت اكتشفته في نفسك ده بتخلينا طول الوقت في حالة مد ايجابي بتبعث رسائل لعقلك الباطن زي ايه يعني انا معاي دلوقتي من البطن اكتب فيها ايه اول حاجة حضرتك هتكتبي اي انجازات مهما كانت بسيطة بتنجزها خلال يومك حتى لو حاجة مرتبطة بروتوناك العادي اكتبها ابعث رسالة لعقلك البطن ان الحاجات دي مهمة لانهو معظم الوقت للأسف مع الاشخاص يعني اللي هم عين في افخاخ افخاخ زينية بيمركزين على الخوف من الفشل مركزين على احباطات الحياة ورسائل دي بتوصل العقل البطن خايف من بكرة وخايف من المستقبل وخايف على اولادي وكلها خوف يعني حلو الرسائل دي بتوصل العقل البطن عقلك البطن زي ما هو ممكن يكون مصدر قوتك وفراءك للأسف هو ما يقدرش يرفض لك طلب لو طول الوقت شايفك مركز على الاشياء المرتبطة بالخوف والفشل والاحباط للأسف ممكن هيحجب عنك مصادر قوتك وهيضع قدام عينيك كل شيء يقوليني الحياة فرص فيها قليلة فانت دلوقتي لما بنمسك الألم بتاعنا ونسجل أي إنجازات مهما كان بسيط أي شيء رائع حصل خلال يومنا أي شيء رائع اكتشف في نفسنا انت كده جسمك بيفرز مجموعة من الهرمونات اللي يسموها هرمونات السعادة هرمونات القوة وعقلك الباطن شايفك مهتم بمسك الألم مجهود عضلي مجهود ذهني بتفكر في الأشياء الرائعة بترصخ في دماغك إن انت عملت حاجة إيجابية صحي كده؟ تمام والعقل الباطن شايفني مهتم هيبدأ يوجدلي الفرص هيبدأ يمديني بالأفكار الإبداعية هيبدأ يمديني بالقوة في المواقف الصعبة حاجة كمان مهمة جدا خلال يومك لازم تخلي بالك منها إن القادر المستطاع إحنا دلوقتي اتفقنا أنت مدير أعمال نفسك دي النظرة اللي يازم تنظر لها لنفسك اعمل سجلي المكافئات مهما كان بسيط يعني كل ما تنجز شيء كافئ نفسك مهم جدا وإنت بتواجه أي تحج أو إنجاز إنك التخيل مهم جدا لازم تتخيل وتركز ذهنين تتخيل نفسك وإنت في أفضل حالاتك تتخيل نفسك وإنت حققت الهدف بتاعك رسائل بتوصل للعقل الباطن بتفرق معاك جدا جدا حاجة أخيرة طبعا حديثك الداخلي يتكلم نعمل شوية لازم يكون حديث مشجع بمعنى الكلمة ولازم نكون في حالة وعي الحديث الداخلي لأن للأسف معظمه بيبقى سلبي معظمه سلبي ومعظمه بيلوم على نفسه طوالوقت فيه جلب للذات جلب للذات بس طبعا هذا شيء خاطئ إحنا من سمتنا كبصر الخطأ ولازم نغلط عشان خاطر نتعلم والأخطاء اللي احنا بنرتكبها والمواكف الصعبة هي أفضل معلم لنا لو قدرنا نستثمره صح فاحنا دلوقتي المطلوب مننا بدل اللوم المفرد في الزات لا انت تعامل مع نفسك بمنطق انت لو في حياتك دلوقتي صديق وفي صديق بيحبك وتعرضت المواكف الصعبة الصديق الوافي ضروقي هل معقوله هيحبطك؟ نعم طبعا هل معقوله هيقولك انت شخص سيء؟ نعم طبعا طب هيبقى ضروقي حضرتك تفتكر حضرتك حديثه هيبقى برعا نعم انت كنت طوالوقتي طاقة إيجابية ويحاول معيك وياخد بإيدك بالمفروض بالزبط هتلاقيه طول الوقت بيدعمك بيشجعك بيقولك انا مؤمن بقدرتك انا مؤمن بكرمتك مهما يعني مهما وجهت المواكف صعب معلش هنتعلم ويلا بينا ننهض ونكمل وده دورك مع نفسك دورك مع نفسك ان انت لازم تتأكد حديثك الداخلي هل هو حديث صديق بيحب صديقه؟ ايه ولا شخص هدام بيهدم نفسه واحذروا يا جماعة من الجزئية دي حلو قوي فكرة ان حاجة حطتها صديق بيكلم صديقه صحيح اه لان انا فلع اركز بقى فالكلام اللي وصلني كلام سلبي ولا ايجابي بالزبط بالزبط لان احنا طول الوقت يا جماعة علاقتنا بنفسنا هي اهم علاقة في الوجود بعض علاقتنا بالله سبحانه وتعالى علاقتك بنفسك لو علاقة قوية شخص مؤمن بالاشياء اللي جواه شخص بيحب ذاته بدون شروط ايا كان شكلك ايا كان سلوكياتك في بعض المواقف انت لازم تحب نفسك بدون شروط لان انت ربنا سبحانه وتعالى قرمك وادك هدية لازم تحب الهدية عشان خاطر تعطيك المزيد والمزيد باذن الله ايهو نهما بالله طيب الفرق بقى بينه وبين الغروب في ناس كمان فاكرة ثقة بالنفس ان انا امشي وما كلمش اي حد وما بسلمش كده يعني ففي ناس فاكرة ان دي ثقة بالنفس فهل دي فعلا من ثقة بالنفس ان انا مخشش على اي حد وكلمه برضو مانا ليه امتي وليه واضعي وكلام ده من الثقة بالنفس ولا ده غرور هقول له حضرتك وطبعا فيه بيحصل اختلاط وحيرة الفرق بين الثقة بالنفس وبين الغروب بسي حضرتك ان انا اشعر بكريمتي الزاتية واشعر بتكريم ربنا سبحانه وتعالى وكون مترقن ان انا لسه عندي قدرات لسه ما اكتشفتهاش وهكتشفها وهتطور وهتعلم وهمارس حرية الاختيار اللي اقدر بيها انهض بنفسي وانمو بنفسي كل دي ثقة بالنفس بس في حاجة هنا بتبقى هي الفيصل اللي بتفرق بين الشخص الواثق من نفسه وبين الشخص المغرور انت لما بتيجي تاخد بالاسباب لما بتكون متيقن بالنجاح سبب يقينك ايه هقول لحضرتك سبب يقينك يقينك بعد لله سبحانه وتعالى مفيش حاجة اسمها لا انا عارف ان انا هنجح والنجاح حليفي فقط لا غير اه انا عملت اللي علي وانا وانا كلمة انا كتير بصورة مفرطة ده غلط احنا لما بنكون وصقين من النجاح طالما قررنا ان احنا ننطلق في حياتنا تجاه اهدف معالينا احنا حقناها سقطنا نابعة من الله سبحانه وتعالى انا دوري ان انا باخد بالاسباب ان انا بكتشف نفسي ان انا بتعلم وبتطور ولكن النتيجة هتتحقق بأمر من اللير ايه ونعم مش بالاسباب لوحديها انا ثقتي نابعة ثقتي الكبيرة نابعة من ايه من ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى والعدل ايه ونعم وطالما انا خدت بالاسباب عضل ربنا هينفز في الوقت المناسب انما لو ظنيت ان انت بس الاسباب لوحدها كافية فقط وانسيت ربنا هنا اصبت بالغرور حاجة تانية مهمة جدا لحظة الانتصار لحظة الانجاز هتنسب الانجاز لمين لازم تتذكر بصبت لنفسك ولا ربنا في ناس تقولك ده من فضل ربنا اه اه مهمة جدا تذكر يا أستاذ شاهندا ان من اهم الشخصيات اللي اتذكرت في القرآن في الجزئية دي هي شخصيات سلبية ابليس لما عصى امر ربنا في السجود لسيدنا ادم قال ايه قال انا خيرا منه خلقته من تينه وخلقتني من نار طيب انت على اي اساس يعني فضلت نفسك صح هل المعلومة دي صحيحة ان المخلوق من نار هو افضل مخلوق تين طبعا لا هو ظن انه هو اعلم وانه هو عارف الحقيقة دي جزئية جزئية تانية هل انت ابليس هل ليك فضل في خلقك مثلا الفضل وانياتك وقدراتك هي هي يعني هي شيء عظيم انت متفضل بيه ذهبة من الله سبحانه وتعالى انجازاتك هي توفيقك من الله سبحانه وتعالى اذا ربنا سخر لك الظروف في الوقت المناسب تذكر ان ربنا لسخرها مكافأة لك اذا ربنا سخر لك اشخاص في طريقك ساعدوك او دلوك اسكر فضل ربنا واسكر هؤلاء الاشخاص انما غير كده لو نسبت الفضل لنفسك لو شعرت ان انت افضل من الاخرين وان انت اقبل من اي شيء بتعمله هو ده الغرور اللي عليك ان انت تحذر منه اي واقع ان انا اللي عملت وان انا سويت وطلعت من ما فيش وعملت نفسي من لاقي ناس اقول كده بس ما بتنسبش الفضل لأي حد قابلها في الطريق ولا حتى ربنا وللأسف النجاح نفسه بيضلهم بيظنوا خلاص انهم اكبر من اي شيء بيعملوك واكبر من الاخرين وده علينا نحذر منه لازم نتذكر ان اذا اكتشفت في نفسي اشياء رائعة هذا فضل من الله اذا حققت اي انجاز هذا فضل من الله كده انت ماشي في الطريق الصحيح وهتلاقي نفسك بتعرف توازن ما بين سكتك بنفسك وبين التواضع ايوا طيب فيه ناس بيبقى عندها ثقة بالنفس بس بيحصلوها ظروف معينة كده بتبتدي تفقد الثقة بالنفس عايزين نعرف ازاي ممكن تستعيد الثقة بالنفس تاني هنعرف من حضرتك ولكن بعد الفاصل موسيقى 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 اشتركوا في القناة